هددت كتلة يهدوت هاتورا بتفكيك كتلة اليمين المؤلفة من حزب الليكود والأحزاب الدينية المتشددة الداعمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نيتنياهو ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر من كتلة يهدوت هاتورا قولها إن خيار تفكيك كتلة اليمين بشكل نهائي أقرب من أي وقت الأمر الذي سيبقي حزب الليكود ونتنياهو وحيدين حال التوجه إلى انتخابات جديدة جاء ذلك على خلفية الأزمة الاتلافية بين نيتنياهو وحزب كحولفان برئاسة بني جانس بسبب الخلاف حول إقرار ميزانية الدولة حيث وصلت الأزمة شدتها بإلغاء اجتماع الحكومة الأسبوعي شكرا